السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي عرض جديد متابعين الكرام لأول مرة تشوف القناة ففيها بس يدير أبوني فعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد يوميا عندنا عروض جديدة ويوميا عندنا سيارات معروضة للبيع واللي عنده سيارة وبغير عرضها على القناة دينا ما عليها إلا يصف تصور المعلومات الخاصة بالسيارة على رقم الواتساب للقناة لغيبا آخر الفيديو وهذه الخدمة قناة فونت أوتو ستقدمها بالمجان متابعين الكرام بالنسبة للسيارة اللي عندنا في العرض اليوم كما كتلاحظوا في الصورة عندنا سيارة من نوع فورد كونكت وإني قبل ما نقدموه العرض للسيارة كامل بغيرت نقول لكم بقوم عنا حتى الآخر الفيديو لأننا سنتكلموه عن المشكل اللي يلبيع بالوكالة والاحتياطات اللي ما تيخداشي الإنسان اللي يشري راكي وقعوا مشاكل واحد المتابعين عنده دابة مشكل اللي يطرحوا لي وستقسموه معاكم باش الناس تعرف شنو تيوقع وترد بالها من ينتبغي تشري بالوكالة بالنسبة للسيارة اللي عندنا في العرض اليوم كما كتلاحظوا عندنا سيارة من نوع فورد كونكت الموديل ديالها سنة 2018 عندها ستادي الخيل وبالتالي الضريبة السنوية اللي غتتخلص هي 700 درهم بالنسبة لهات السيارة هذي الموتور ديالها راه ديازيل ورا قطع المسافة ديال 74 ألف كيلو متر يعني السيارة راه يمخدمة شي بزاف وكيف ما كتلاحظوا الكاروسري ديال السيارة وقفة مزيان السباقة ديالها دوريجين بالنسبة للسيارة راه عندها جوج ديال بيبان كوليس حتى الكوليس اللي من مور السائق رأي يكينا هنا كنشوفوا الحالة الداخلية شوفوا الطابلوت بورد سيارة نقي بزاف الكسانات ديالها كداليك صالون فيها نقي وحتى من ناحية ديال الميكانيك صاحب السيارة تيقول رأي يفي حالة جيدة وكل شي بقي فيها دوريجين من غير بيان سور البياس اللي تتبدل مع الفيدونج كما قلنا الحالة ديال السيارة رأي مزيانة لا من ناحية الكاروسري ولا من ناحية الصالون والقرنيتور ديال البيبان ولا كدالك حتى من ناحية الميكانيكية بالنسبة للسيارة رأي عندها الكليماتيزر عندها أربعة ديال الزجات إلكتريك عندها الخاصية ديال الابي اس و اله اس بي عندها جوج ديال الزوردينتور دوبور عندها كداليك ستا ديال لازرباق عندها الولان ملتي فونكسيون أسيستي ريقل عندها سنتراليزي وكما كتلاحظو الروايط ديالسيارة حتى همرا وما بقين مزيانين على العموم صاحب السيارات يقول بي أن السيارة مزيانة اللي بغي يكسبها رأي ما غادي يخسر عليها حتى شي حاجة والحالة ديال السيارة والموديل ديالها كتبين هدش بالنسبة لهات السيارة هدي رأي يكت تواجد في مدينة النواسر نواحي الدار البيضاء تمان اللي كي يطلب مولاها رأي يطلب مية وخمسة وربعين الف درهم أي 14 ديال المليون ونص اللي عجباتوا هات السيارة هدي يتواصل مع مولاها على الرقم ديال الهاتف اللي تيبن في الشاشة وبالنسبة الثمان رأي كتبقى فيه شوية ديال المفاهمة قابل للنقاش ونطلبوا من الله يصر الأمور للجميع متابعين الكرام اللي كي شوف الفيديو أو لها ديالقناة هدي أول مرة ما فيها بس يدير أبوني يدير جيم الفيديو ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد رأي يوميا عندنا سيارات مقروضة للبيع ويوميا تنتقاسموا تجارب ديال الناس معكم في إطار بيع وشراء السيارات المستعملة متابعين الكرام وده بغد نطرقوا الموضوع اللي شرطوا ليه في الأول ديالفيديو وكما كتلاحظوا في الشاشة أرد بالك مع البيع بلوكالا أنا دائما تنتكلم على البيع بلوكالا ودائما تنقول بأن البيع بلوكالا رأي قانوني نحن بالنسبة البيع بلوكالا رأي كما كان شي قانوني رأي ما سيضوز في الإدارة ورأي ما سيضوز في الكارت غريز للسيد اللي شاري بلوكالا يعني البيع رأي قانوني غير المشكلة التي تتطرح هو الإنسان لا يرد شي باله لبعض تفاصيل والتي هي جزئيات والتي تجعلها من بعد تطح في مشكلة هذه المشكلة التي تتطرح في البيع بلوكالا رأي مرة لا تتحدث عنها في الفيديوهات ولكن هذا الصباح تصل بيه واحد المتابع من مدينة فاس وحكي ليه المشكلة اللي عنده والتي ستقسمه معكم هذا السيد هذا سنة 2018 شرى سيارة بلوكالا من عند واحد السيد واسيط دفع الوريقات دياله والترافو بيبليك ومكتب تسجيل السيارات خرجت له البطاقة الرمادية دياله والأمور عنده بخير وعلى خير ومن ذاك الوقت فشر السيارة وهو كسبها تيرولي بها تخلص الواجبات دياله والفينيات والافسيرونس الأمور هادا عادية جدا ولكن ناد بغيبيع السيارة باش غادي بالدل القادشاري شد منه العربون تكاتبوه سجلوه داروا المسائل كلها القانونية اللي خاصها الدار السيد اللي شرمنه السيارة ومشاء لمركز تسجيل السيارات ودفع الوثائق باش يدير نقل الملكية على الاسم دياله تتفاجئوا في هذا المكتب تقولوا لهم بأن السيارة عليها اوبوزيسيون عليها تعرض للبيع المهم نستفسروا تلقوا السيارة فيها مشكل والسيارة الترقيم دياله في مدينة اقادير لابا السيد شاري السيارة هو فاس والمشكل لحجز مديور مني نعطوه المعلومات لحجز مديور في المحكامة في اقادير بشهد السيارة قلب دباوة ما عندو حتشي صيلة بالواسيط اللي باعلو ما عندو حتشي صيلة بصاحب السيارة الاصلي وهذاك صاحب السيارة الاصلي رأى شاريها من الالفين وستة دوبل في وهو كسبها يعني هذا المالك التاني اللي شرها دبا هي عندو الامور كارت غريز دياله مزيانة كل شي مزيان ولكن الحجز كين في السيارة دباش حموح تيقول لي علاش ما تدرشي علي الحجز في البيع اللول هدك الوقت قديما رأى ما كان شاد القانون هذا ديال الحجز على السيارة اللي عدو التي تطبق شاري بلوكالا رغم فيها بس ولكن بحث على رأس مزيان لان دبا هده السيارة هده اللي شراء كان من الضروري يبحث مزيان ويتفحص ذلك الوريقات مزيان باش ما يطعح شي في الإشكال نطلبوا من الله باش هده السيارة هده يفوق المشكل دياله لانه غتبقى عندو سيارة وكسبها وهي فضعية غير القانونية ولا عندو حتى السيارة اللي كان غير يشري منه وشد منه العربون وخلصوا المصارف في الفيزيت وخلصوا المصارف تشجيل في دار الدريبة خلصوا الأمور قاعد يخص تخلص ومع ذلك نقل الملكية ما استطعوا شي يدير دابا السيارة راوة يبحث وتيقلب يدير يفوق المشكل ديالو وانشاء الله نطلب لهم من الله خير ونطلب لكي يعاون ويسترلوا الأمور ويفوق المشكل اللي يلو وكي ما تمت هذه القضية ويرد علينا انشاء الله را ضروري ما سنتقسم معكم الحل اللي 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 وكيف سوى الوضعية القانونية ديال السيارة ديالو وقبل من هذه الحالة اللي عرضنا اليوم كان ديجا تواصل معايا واحد السيد اللي احتوى لقاء اشكال ولكن هذا مشي بغي يبيع هذا كان شراء السيارة هذه تقريبا عشر سنين وشراء هنيت بوكالا ومنين دازت عشر سنين وبغي يجدد البطاقة الرمادية نحن راكم عارفين المدة الصلاحية لبطاقة الرمادية لبطاقة عشر سنين من المشى باش يصوب الملف ويدفع المكتب تسجيل السيارات باش يدير جديد ديال لكارت غريز ديالو را يلقى بان السيارة في هالحجز وما لقاش يدير اجدد البطاقة وفي غالب الاحيان هذا الحجز رات يتعلق بالمالك الاصلي ديال السيارة وهو النتب راسو مبقاش يدير باش يطلق اقول لكم انا دائما اردو بلكم اللي انتبغيو تشريو بالوكالة را ما زال من ان نشري بالوكالة من واحد القاراج او من واحد المحل المختص في بيع السيارات را دائما عندي واحد المرجع فين نرجع الوقع ليش مشكل را نرجع للقاراج غادي لقى باقي في بلاست ولكن فاش نشري من عند وسيط اللي ما عنده محل الوالو تشري بالوكالة ووقع ليش كالره ما غلق يعني فاش نبغي نشري ضروري ومؤكد نتفحص الوثائق كاملة ونبحث على راسهم زيان وإلا اشتراسهم ضابط شي الامور ما فيها باس نزدوك الوريقات كاملين ونمشي بيوم المكتب تجيل السيارات وحتى السيار يمشي معايا وتم نبحث متابعين الكرام نتمنى من الله باشهد المعلومات اللي تقسمنا معاكم تكون كانت فيها استفادة ونتمنى من الله كذلك باشهد الاخ اللي التواصل معنا يفك المشكل ديالو ونطلب من الله الخير للجميع شكرا لكم على المتابعة ديالكم شكرا على الدعم واتقدي لكم في القناة وإلى اللقاء في فرصة قادمة